من جبل الزيتون كلمات المسيح الأخيرة المأمورية العظمى اللي أعطاها للتلاميذ قبل صعوده إلى السماء أن يذهبوا ويكرزوا باسمه المأمورية العظمى ليست طلب بل هي أمر ينبغي أن يطاع قال يسوع بعد القيامة على أحد جبال الجليل دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوسيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر ثم نفس المأمورية قالها في إنجيل مرقص إصحاح 16 اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويستمر قائلا يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ثم قال في إنجيل يحن الإصحاح 20 كما أرسلني الآب أرسلكم أنا كانت كلمات المسيح في العلية على جبل صهيون ثم في بشارة لوقة بحدد مكان وبداية الإرسلية قال وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشاليم أنتم شهود لذلك فإذا شفناها بمتى بمرقص بيحنى ولوقا أيضا هنا على الجبل قبل صعود المسيح سأل التلميذ متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب وقال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض وفعلا كان بيصعد أمام عيون التلميذ جاء ملكان ووقف وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن هذا الذي صعد إلى السماء هكذا سيأتي ثانية فإذا بين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية في عمل للكنيسة وهذا العمل هو المأمورية العظمة أن نبشر وأن نكرز باسم يسوع المسيح وأن نستثمر بهذه الإرسالية إرسالية يسوع المسيح من خلال الكنيسة فالكنيسة أصبحت جسد الرب يسوع صوته ويده ورجله تتحرك في هذا المجتمع والجدير بالذكر أن المسيح مش بس أعطى المأمورية لكنه أعطى الاستراتيجية ورسم الخطة وعطاهم القدرة من خلال الروح القدس يعني قال لا تبرح من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي فأدرك أهمية وخطورة وجدية هذا الموضوع أن يذهبوا مش بتقواهم ولا بقوتهم ولا بعضلاتهم لكن يذهبوا بقوة الروح القدس لتنفيذ هذه المأمورية وطبعا البركة لمن يطيع ويتمم هذه المأمورية كان واضح من خلال استراتيجية المسيح ابتدأ حيث أنت موجود ابتدأ من أورشليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر